اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد معيد وزير المالية والمستشار عمر مروان وزير العدل والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها وكذلك منظومة الشهر العقاري فضلا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار للتسهيل على المواطنين خاصة من خلال الإسراء في الميكنة والتحول الرقمي وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقته لتمكين القضاء من أداء واجبهم على أكمل وجهة وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنصيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاء والمواطنين اشتركوا في القناة